أهلا بكم مشاهدين الكرام وبرنامجكم ليطمئن قلبي دكتور عدنان نتحدث الآن عن داعش وأخواتها المنظمات التي تقاتل في كل مكان وتقتل أصبحت لديها حجة عند البعض قوية جدا وجاذبة لكثير من الشباب بحجة الجهاد هل الجهاد كما يفهمه البعض من هؤلاء الشباب الذين تعاطفوا مع داعش وذهبوا إلى مواطن القتال أصل من أصول الدين الواجب لأخذ به في الحقيقة أستاذ سعود فعلا هذا السؤال جيد أشكرك علي كثيرا لوحظ فعلا أن بعض الإسلاميين بالذات الجهاديين أعادوا إنتاج موضوعة الجهاد فقيا بطريقة تفهم الشباب وتفهم الأغرار ربما من الشباب أنه من أصول الدين قضية إيمان يعني تماما كما وعيدت موضوعة الخلافة والدولة الإسلامية عن أنها من الأصول مع أنها في حقيقتها ما الفروع ما الفقيات ليست من أصول الدين كذلك الجهاد تم أيضا العبث به بهذه الطريقة مع أنه بإجماع الفقهاء عبر العصور من الفروع هو من مسائل الفقية ومسألة فرعية ليست مسألة أي دينية باختلاف أنواع الجهاد الطلب أو الدفع كله كله على الإطلاق هو من الفرعيات من الفرعيات حتى أن أيسا السادة الفقهاء يعني حين ذهبوا يتكلمون عن حكمه ذهبت الجماهير على الإطلاق جماهير العلماء على أن الجهاد فرض وكفاية كيف يكون من أصول الدين ويكون فرض كفاية يعني إذا أداه بعض المسلمين يسخط عن آخرين وصول الدين يلزم بها كل مسلم وكل مسلمة ليس كذلك؟ كل مكلف على الإطلاق هذا ليس من أصول الدين وإلا لألزم به الكل فمذهب السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الجهاد فرض كفاية ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه فرض عين وطبعا كتب الفقه الموسعة يعني ردت ردودا قوية جدا جدا حتى بعضها ردود عقلية لو كان فرض عين لتعطلت معائش الناس لتعطلت أرزاقهم لشلت حياتهم يجب أنه ينطلق كل أحد بشروط طبعا إلى الجهاد هذا غير صحيح لذلك قال تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤنون لينفروا كافة إذن هو ليس فرضا على كل المسلمين هو فرض صحيح أنه يتعين حتى نستكمل فكرة في أحوال ثلاثة أحوال ثلاثة يصبح فرض عين إذا دهم العدو بلدا مسلما يتعين على أهل هذه البلدة وليس على كل المسلمين لا على أهل هذه البلدة طبعا على أهل هذه البلدة فإن استقلوا بدفعي كان بها وإلا اتسع حتى يشمل من حولهم أن يدفعوا عنهم الأقرب فالأقرب والقاعدة أنه لا يتسع حتى يشمل الدنيا كما هو شائع فتوى ابن العرب لا لا إنما الأقرب فالأقرب فعلا فهذه الحالة الأولى الحالة الثانية عند المصافة يعني نحن نفترض إلى جهاد كفرض كفاية جماعة المسلمين فتحصل المصافة يلتقي الجيشان هنا يصبح الجهاد فرض عين لا يقول بعضهم هو فرض كفاية أنا أترك إخواني مجاهدون وأنسح ممنوع الآن الانسحاب ممنوع إلا إيه متحرفا إيه لقتال أو متحيزا إلى فئة فهذه الحالة الحالة الثالثة أن يستنفر الإمام رئيس الدولة الخليفة السلطان الكذا الأكبر للأخير أن يستنفر جماعة من المؤمنين لما في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا يعني لو قال الإمام مثلا إلى جماعة من الناس هيا لكي يتقاتلوا يجب أن يقاتلوا ويصبح فرض عين عليهم هذه الثلاثة الأحوال فقط التي يتعين فيها القتال فيما عدا ذلك هو فرض كفاية فكيف يجعل إيه ويصور عنه إيه أصل من أصول الدين ليس من أصول الدين يعني الناس يخافون جدا نقولك مصعود الدين هذا يعني مسألة كفر وإيمان يعني لا ليس كذلك طيب دكتور كيف استطاعت المنظمات الإرهابية التي تقاتل في كل مكان أن تقنع شباب المسلم سواء في العالم الإسلامي أو حتى في دول أخرى غير إسلامية بأن يلتحقوا بها في أراضي القتال وهذه الجبهات الملتهبة والمشتائلة أعتقد أخي أسعود يعني أن هذه الظاهرة تفسر بأكثر من سبب وبعض أسباب موضوعية أكثر من سبب يعني وما يصدق هنا قد لا يصدق هنا من هذه الأسباب أن الخطاب الإسلامي في عقود أخيرة كثير للأسف الشديد في مجمله لم يكن خطابا بنائيا بمقدار ما كان خطابا سالبا ناقدا ساخطا يرى أن كل شيء ليس على ما يرام كل شيء غير مضبوط كل شيء غير صحيح وهذا في المجمل صحيح ولكن لو أن هذا الخطاب اتسم بالإيجابية أكثر وجه عواطف وعقول الشباب المسلم إلى تجاوز ما نحن فيه من مآسي ومن معضلات ومن حالات تخلف وحالات قعود وجمود وحالات تأخر وفوات حضاري بعقلية العمال بعقلية البناء بعقلية الإنجاز بعقلية حب الحياة بعقلية الاستعمار يعني عمارة الأرض بلغة القرانية الاستعمار لكوننا أفضل حانا لكن الاعتماد فقط عن نقدية وعلى الجانب السالب والجانب المضم القضية جعل هؤلاء الشباب يعني كما أقول أنا نيكروفليين كارهين للحياة كارهين للإنجاز محبين للموت محبين للعدمية لديهم مشاريع مشاريع تحطيم مشاريع تكسير مشاريع موت يحسنون صناعة الموت لكن لا يحسنون صناعة الحياة لديك الآن ربما ألوف من الشباب المسلم لدي الاستعداد أن يضحي نفسه بين قسيم في سبيل لا يقول لك أموت يفجر نفسه لكن أين لدي ألوف من الشباب يعكف ليلة نهار على العلم والفكر والعلم بمعنى الواسع ليس العلم الشرعي حتى العلم الشرعي والعلم التطبيق والعلم الكونية والطبيعية لكي يعز أمته ودينه قليل ليس لدينا الكثير لماذا؟ الخطاب الإسلامي لم يغرهم بهذا بهذا النمط من التفكير وهذا النمط من الاشتغال وخدمة الدين لأسف الشديد لن يعتني بهذه الأشياء هذا سبب من الأسباب الشيء الثاني سبب أقرب إلى أن يكون عاطفيا كثرة الحديث عن الجهاد وعن فضل الجهاد والمجاهدين وما أعد الله للشهداء عنده في الآخرة وبالذات الحور واللذائد الحسية هذه الكثيرة هذا يغر الشباب طبعا تعرف شباب معدمين مساكين يعني حقيقة في كثير من الدول يتأخر سن الزواج ثلاثين عند الأربعين عند الخمسة واربعين سنة ما عندهش حتى أمل أن يتزوج وأن يشبع حاجته البشية العادية محدم وما عندهش حتى مشروع في الحياة المسكين حتى إن كان متعلما أو غير متعلما يعني ينهي تعليم ومجلس في بيته ما الذي يفعل على نفسه وعلى أبيه وعلى المجتمع هذه أسباب أيضا يعني عاطفية في جزء منها وموضوعية في جزء آخر هذه الجماعة العربية تستغل هذه الأسباب سبب ثالث أيضا كما أشارنا إليه في حلقات سابقة حالة التجريف العقلي يعني الشاب المسلم اليوم غير محصن فكريا ليس لديه قدرة على التفكير والمحاججة بطريقة مركبة ومعقدة حقيقية يمكن ببساطة أن تخاطبه وبعدة مقدمات تخرص إلى نتيجة معينة هي وجوب الجهاد وجوب القتال وجوب إيه أن تزنر نفسك هذا أصل طريق إلى الجنة ويقتنع الشاب المسكين هذا وقد يكون شابا جامعيا لماذا؟ كما أخدت لك قضية تجريف العقل هذا لم يربى بحيث يطور طريقة في التفكير والنظر مركبة معقدة تحصنه ضد هؤلاء أنا أقول لك وبكل ثقة بملء الثقة قيادات هؤلاء الذين رأيناهم في التلفاز من سنوات طويلة قياداتهم هم مجرفون فكريا للأسف الشديد يعني نحن لم نرى قيادة واحدة لجماعة إرهابية تتسم ببعد حقيقي علمي فكري فلسف نقول ما شاء الله عملاق أبدا على الإطلاق ومع ذلك هم يعبثون بشبابنا وكثير من هؤلاء الشباب يعني لديهم ثانويات عامة أو حتى شهادات جامعية لماذا؟ هذا يعني يؤكد لنا أستاذ سعود أن المناخ الفكري بشكل عام ليس كما ينبغي ليس على ما يرام يعني هل نبر فضيلة الجهاد وهذه القيمة عند المسلمين من كل ما يقوم به هؤلاء الشباب سواء في العراق في سوريا في كل هذه المناطق؟ له في الحقيقة قبل أن نقول أنه هذا جهاد لو هؤلاء الشباب كما قلت قبيلة قليل كان لديهم قدر أو حد أدنى أو حد معقول من التفكير والدراية حتى السياسية لعلموا أن ما ينخرطون فيه في نهاية المطاف هي أصلا مؤامرات ومخططات أجنبية تشتغل على دمائنا وأشلائنا وعلى تمزيق بلادنا للأسف الشديد يعني خلينا نكون واضحين بصراحة ما كان يعرف بالجهاد في أفغانستان الآن تقريبا يعني فيه شبه اتفاق من كل الدارسين هو كان جهادا في سبيل أمريكا كان حربا باردة مرحل مش الحرب باردة حرب الوكالة حرب إيه بالحكالة بالتحاد السوفيتي ودفعنا للأسف يعني إيه ألوفا من شبابنا وأنهارا من دمائنا وفي نهاية المطاف أين هي أفغانستان وإلى ماذا وصلت للأسف الشديد نفس الشيء حصل في العراق وحصل في العراق وفي أشياء في مناطق ثانية في الأخير للأسف الشديد يعني يبدو أن هؤلاء الشباب ضحايا لمؤامر أكبر منهم بكثير مؤامر حتى بهم أو بقياداتهم أو على قل بجماعات من قياداتهم ليس بالكل لأنه لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه القيادات موظفة ومخترقة يعني أكيد هذا موجود للأسف الشديد يعني هناك دراسة الآن نشرت قبل ربما بضع سنينين ربما مش أكثر من أربع سنوات دراسة خطيرة جدا ويعني ماذا أقول لك مفادو مزعجة مزعجة دراسة مارك كيرتس هذا الإنجليزي وهي تسمى يعني تسمى شؤون سرية يعني سيكرت أفيرز علاقة بريطانيا بالإسلام الراديكالي بريطانس كولوجين بريطانس كولوجين بالراديكال إسلام بغاسة من حوالي أربعمائة صفحة خطيرة جدا بالوثائق التي يوفرج عنها بالوثائق أن بريطانيا الاستعمارية بالأمز القريب هي التي تبنت مشروع الإسلام الراديكالي وغذته بالخطاط وبالأموال وشيء حجيب جدا يعني وكانك تشير إلى الأخوان المسلمين لأنهر تاريخي مذكور عنهم أشياء في هذا الكتاب حتى نكون صديقي مذكور عنهم أشياء وبالوثائق أيضا المشكلة الآن نحن أمام وثائق مش أمام تحليلات أمام معلومات نحن الآن مش أمام أغراب شيء خطير ومزعج يعني الآن أنا أتساءل حقيقة بيني وبين نفسي أقول يعني هل فعلا تم تغذية هذا الإسلام الراديكالي والأصليات الشيعية من جهة والسنية من جهة لكي يوصلون إلى ما وصلنا إليه اليوم هذا سؤال كبير وعلمت استفهام مقلقة جدا يا ليت فعلا الأيقاظ النابهين المخلصين من أبناء بنات هذه الأمة يدقوا نقوس الخطر نحن الآن في هذا البرنامج إن شاء الله نكون قد قرأنا جرس جرس الإنذار ونقوس الخطر نتمنى إن شاء الله أن الرسالة تكيد دكتور تكون وقد وصلت شكرا لكن الحلقة هذا اليوم انتهت شكرا لك وشكرا مصول لك أستاذ السعود ولجميع أخواننا شاهدين الكرام نفهم من حوارنا مع الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة